بسم الله الرحمن الرحيم نواصل الحديث عن حقوق الإنسان في الإسلام خصائص ومميزات حقوق الإنسان في الإسلام حقوق الإنسان في الإسلام لها خصائص تميزها عن غيرها من الحقوق في الوثائق الدولية المختلفة ومن هذه الخصائص أن حقوق الإنسان في الإسلام تنبع من العقيدة الإسلامية وعقيدة التوحيد مبنية على شهادة أن لا إله إلا الله وهذه الشهادة العظيمة هي منطلق لكل الحقوق وكل الحريات لأن الله سبحانه وتعالى الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لا شريك له خلق الناس أحرارا ويريدهم عز وجل أن يبقوا كذلك أحرارا وشرع لهم الحقوق وأمرهم بالمحافظة على هذه الحقوق التي شرعها لهم وأمرهم بأن يلتزموا بهذه الحقوق وكلفهم أن يدافعوا عن هذه الحقوق وشرع لهم الجهاد للدفاع عنها ومنع الاعتداء عليها وهذا ما نلحظه من تكرار هذه المعاني في القرآن الكريم في آيات القتال والجهاد في سبيل الله عز وجل لأن ذلك منع للاعتداء على هذه الحريات وهذه الحقوق التي شرعها الله عز وجل للإنسان هذه الخاصية أو هذا الأمر لا يوجد إلا في الإسلام أن هذه الحقوق تنبع من العقيدة الإسلامية المبنية على لا إله إلا الله محمد رسول الله أيضا من خصائص حقوق الإنسان في الإسلام أن هذه الحقوق هي منحة إلهية ومعنى أنها منحة إلهية أن الله سبحانه وتعالى الذي شرع هذه الحقوق وليست منه أو منحة من مخلوق لمخلوق وإنما هذه من الله سبحانه وتعالى الخالق من بها على عباده وهو الذي يسلبها عنهم متى شاء أما المخلوق فلا يستطيع أن يسلب هذه الحقوق التي منحها الله سبحانه وتعالى وجعلها حقا لهذا الإنسان بغض النظر عن لونه وانتمائه وعرقه وجنسه ولغته هذه لا ينظر إليها وإنما هذه الحقوق هي منحة من الله عز وجل لهذا الإنسان هذا والله أعلم ترجمة نانسي قنقر